جمهور الأعظم نادي في الكون عدد النقاط ما بينه ما بين صاحب المركز الثاني نادي الزمالك النادي الأهلي كمان قدر أنه يتفوق ويفوز في نهاي دوري أبطال أفريقيا ويرجع البطولة الغالية لدولاب بطولاته بعد مغابة سبع سنين وده عدد كبير بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي وهي البطولة الأهم والأقوى بكل تأكيد اللي قدر النادي الأهلي برجالته وأنه هم يجبوها لجمهورهم كمان مبارح كان البطولة الثالثة للنادي الأهلي في هذا الموسم الرائع بطولة كأس مصر والفوز على طلاقة الجيش بضربات الجزاء الترجحية وبكده النادي الأهلي يكون فياس بالسلاسية هذا الموسم عشان تكون تالت مرة في تاريخ النادي الأهلي يفوز بالسلاسية في موسم واحد تفاصيل كتير جدا وأجواء رائعة جدا هنتكلم فيها باستفادة على مدار حلقة اليوم من التريند هذه الحلقة الخاصة والحلقة اللي حنتكلم فيها بخصوص نادينا لحبيب النادي الأهلي وكل الأمور اللي جمهور النادي الأهلي منستنيها وكل الكواليس كمان اللي بتتعلق بالنادي الأهلي الفرحة أكيد حلوة ما فيش كلام مبسوطين جدا بالنادي الأهلي مبسوطين جدا مجلس الإدارة جهاز الفاني واللعبين ودايما بيكونوا في الموعد ورغم كل الانتقادات وكل الأمور اللي بيتعرض بها أو بيتعرض لها النادي الأهلي على مدار فترات كتيرة فاتت لكن دايما أنت بتحصد أو بتحصد نتاج مجهود كبير جدا جدا قمت بيه على مدار موسم طويل وصعب واستثنائي خلال الموسم المنقضي تحديدا تفاصيل كتير جدا على مدار حلقة النهاردة لكن مشاركتكم معنا أكيد بتبقى هي الأهم ورسالتكم للاعبي النادي الأهلي بعد الفوز بالسلسية وأخيرا بعد الفوز بالأمس على طلع الجيش والتتويج ببطولة كأس مصر إيه الرسالة اللي انت حابب تقولها هتقدر تكتب رسالتك من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة اليوم هناخد رسائل حضرتكم لكن دايما البداية بتكون بأهم العنوين يلا في ترند الأهلي السلسية أهلوية للمرة الثالثة وراحل اللاعبي الأهلي 48 ساعة أما في الترند العالمي اليوم جماهير ليبربول تعود للمدرجات بعد 9 أشهر طيب قبل ما أتكلم معكم في أجواء الفرحة والسعادة عند جمهور النادي الأهلي وعند الجاز الفني واللعابين ومجلس الإدارة خليني بس لبعض الجماهير اللي بيبقوا مهتمين بالمباريات في مختلف الدوريات العالمية أقول لأحرادكم أهم المباريات اليوم ونبتدي بالدور الإنجليزي النهاردة كان فيه مطشة لعب وخلص خلاص ما بين ويست بروميتش ألبيوت وكريستل بلس كريستل بلس فازوا بنتيجة 5-1 نتيجة كبيرة جدا ويست بروميتش أعتقد يعني هيكون أول الهابطين هو وفولهم للشامبينشيب بعد انتهاء هذا الموسم لو استمروا بهذا الشكل يعني شيفلد يونايتد بيلعب دلوقتي مع ليستر سيتي مباراة قوية تعادل الإجابة 1-1 توتنم هوتسبر في كمة هذه الجولة حيلعب أرسنل الساعة 6 ونصف وليفر بول نجمنا المصري محمد صلاح حيكون الساعة 9 أوروبا مع ويلفر هامتون طبعا نجمنا المصري الأخر محمد النيني حيشارك نسبة كبيرة في إمبارات توتنم بعد شفاءه من فيروس كورونا نتمنى لنجمنا المصريين المحترفين في الخارج كل التوفيق إن شاء الله في مباراة اليوم الدوري الأسباني غرناطة لعما هوسكا وتعادل الإجابة 3-3 وسيسونة حيلعب 5 وربع بعد شوية من دلوقتي مع ريال بتيس فيا ريال مع إليتشي الساعة 7 ونصف وديبرتيفو على فيز مع ريالس أسداد الساعة 10 مساء الدوري الإيطالي في عدد أيضا من المباريات منهم مباراة لعبة ما بين هيلاز فيرونا مع كالياري خلصة التعادل الإجابة 1-1 وفي مباراة بتوجرى في هذه اللحظات أو مباريتين كمان ما بين بارما وبنبنتو التعادل سلبي الشوط الأول خلص ونفس التعادل سلبي بين روما وساسولو بعد انتهاء الشوط الأول كروتوني مع نابولي الساعة 7 وسامب دوريا مع ميلا الساعة 10 إلا ربع دي أبرز مباريات اليوم كل التفاصيل بقى اللي بتتعلق بالنادي الأهلي وأجواء الفرحة وبعض الأمور الهمة جدا اللي هنتكلم فيها على مدار حلقة التريند النهاردة كل التفاصيل دي هتكون معنا بس بعد الفقر استنونا الأهلي بطل بمعنى الكلمة إنك تفوز بتلت بطولات في موسم واحد والتالت مرة في تاريخ النادي الأهلي فدي حاجة مسهلة حاجة مش قليلة ممكن البعض يعني يكون شايف إن ده أمر عادي إن الأهلي يفوز بطولات وكلام من ده أوكي متعودين على كده من نادي الأهلي لكن انت تحقق تلت بطولات تلت تحديات غاية في الصعوبة وغاية في القوة في موسم استثنائي صعب جدا فهو ده الإنجاز في حد ذاته النادي الأهلي في الحقيقة عمل مجهود كبير جدا قدر إن هو يحصد هذا أو ناتج هذا المجهود من خلال الفوز بتلت بطولات متتالية بشكل مميز في ختام أكثر من رائع لموسم كان صعب جدا وهنا في الحقيقة لازم نتكلم عن دور جمهور النادي الأهلي لأن دور جمهور النادي الأهلي كان واضح جدا وبصراحة كده النادي الأهلي كان بيتعرض لانتقاد يعني غير طبيعي لمجرد مثلا لو تفتكروا تعالي نرجع مع بعض بيتذكرة شوية كده لمجرد الأهلي ميخسر ببراء وده طبيعي لأن النادي الأهلي كبير فأنت لازم هتنتقد ولازم أن انت هتتهاجم وكلام من ده لكن في بعض الأحيان بيبقى فيه هجوم منطقي وهجوم غير منطقي الأهلي تعرض لهجوم غير منطقي بعد ما اخسرنا من الزمالك فيه بطولة الدور من بعض الإعلامين الزملاء الأعزاء في الحقيقة وكان الأمر يعني مش مقبول خالص لأن ما كانش نقد بناء وكان نقد وهجوم مش في مكانه إطلاقا وكان الرهان دايما على ختام الموسم أنك ترد على هذه الانتقادات وعلى هذا الهجوم من خلال البطولات وده فعلا اللي حصل فالدور هنا يرجع لجمهور النادي الأهلي اللي ما التفتش إطلاقا وما نجرش لمثل هذه الأمور ومثل هذه الانتقادات وركز مع فريقه وكيفية مساندة النادي الأهلي ومساعدته سواء كمجلس إدارة جهاز فني اللاعبين أنه يفوز ببطولة الدور فرقم واحد دور جمهور النادي الأهلي حتى لو مش موجودين بصراحة في المدرجات الناس ليهم دور فعال جدا على وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا من خلال دعمهم لللاعبين من خلال دعمهم للجهاز الفني ولإدارة النادي فكل التحية والتقدير لجمهور النادي الأهلي اللي عظيم في الحقيقة تعال بقى نروح لمجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي دايما دايما لما تيجي كده تفكر أو تشوف أن الأهلي مش مستوى أو الأهلي بيمر بحالة فنية مش جيدة وده وارد وهي دي كرة القدم فأول ناس هتنتقدهم مين أكيد مجلس الإدارة وده اللي كان بيحصل لكن مجلس الإدارة بصراحة صمت مجلس الإدارة بيحقق إنجاز تاريخي مسهل إنه يتحق ومسهل إنه يتكرر وبيتكرر بعد عدد كبير جدا من سنوات بدليل إنهم قدروا إنهم يصمدوا أمام هذه الانتقادات وأمام هذا الهجوم وقدروا إنهم يحققوا هذه البطولات لجمهور النادي الأهلي ما كانش الأهلي حيقدر يحقق البطولات دي غير بمساندة مجلس الإدارة للجهاز الفني واللعبين غير بالقرارات الصائبة لمجلس الإدارة في بعض الفترات الحاسمة وكان أبرز هذه القرارات هو تولي مستر من سمعني خلافة لفايلر اللي رحل في توقيت صعب جدا في الحقيقة تبقى للعقدة وتبقى للبنود وتبقى لكل هذه الأمور فبالتالي في ناس لازم تشكرهم والناس لازم تبديهم حقهم زي ما دينا حق جمهور النادي الأهلي أو تكلمنا عن جمهور النادي الأهلي ودوره العظيم في تحقيق هذه البطولات لازم نبدي مجلس إدارة النادي الأهلي حقهم كمان بعد هذا الإنجاز الكبير وهي حاجة تحسب لهم في الحقيقة إنه هم قدروا إنه هم يواجهوا كل ما يتعرضوا له من انتقاد بقرارات صائبة وقرارات تساعد في تحقيق الإنجازات والألقاب النادي الأهلي النهاردة بيحتفل بسلاسية سلاسية تاريخية وهي الأبرز لما حتيجي تتكلم كده أول سلاسية الأهلي حقاها كان في موسم 2004-2005 لما كسبنا دوري وكان فارق كبير برضو في النقاط فكان بداية الولايات التانية مستر مانو الجزيه مع النادي الأهلي وكان جيل عظيم جدا فكانت المنافسة سهلة نسبيا عشان نبقى منطقيين يعني فكسبت الدوري وكسبت الكاس على حساب نادي الزمالك ساعتها برضو وكسبت دوري عطال أفريقيا على حساب النجم الساحلي بجدارة واستحقاك وقدر النادي الأهلي أنه يفوزه كان معاه جيل عظيم وكانت المنافسة مش بنفس صعوبة المنافسة الحالية نفس الحال كان السلاسية للمرة التانية على التوالي كانت من ضمن السلاسيات الغالية جدا بالنسبة لنادي الأهلي بعد ما كسبت دوري بقى ريحية وكسبت كاس برضو أعتقد على ما أتذكر على حساب نادي الزمالك أيضا الغريم التقليدي ولله كل التأدير والاحترام بكل تأكيد وأيضا كسبت على حساب الصفاكسي التونسي في مورا ما تتنسيش بهدف أبو تريكا وحاية السلاسية المرة التانية لكن السلاسية المرة دي أعتقد هي الأصعب بكل الأحوال والظروف اللي مر بيها النادي الأهلي سواء كورونا والأزمات اللي حصلت ورحيل بعض اللاعبين ورحيل جهاز فني وانتقادات وحروب ومش عايزة أضخم أوي في القصة لكن ده أمر واقع جماعة خلينا نتكلم يعني الأهلي واجهها مشاكل كتير جدا الناس كانت مترصدة جدا للنادي الأهلي فإن التحقق السلاسية دي بعد هذا التعب والمجهود العظيم فبالتالي حاجة رائعة جدا وحاجة تحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي تحسب للجهاز الفني وتحسب للعبين فكل التحية والتقدير لجمهور النادي الأهلي رقم واحد واهل مجلس إدارة النادي الأهلي وبالطبع الجهاز الفني ولعب النادي الأهلي بعد هذا المجهود الرقم برح مباراة الأهلي وطلع الجيش كانت مباراة غاية في الصعوبة لأسباب عديدة أنت أولا خارج من نشود فرحة كبيرة جدا بالفوز بالبطولة الأهم على الإطلاق ويبطل الدوري عبطال أفريكي فمباراة كانت صعبة قوي أمام نادي الزمالك وقدرت أنك تكسب وتحقق هذا اللقب الغائب أنك تحاول تفصل ورغم الإجهات ورغم بعض الغيابات ورغم كل هذه الأمور تفصل الفرحة العارمة دي عن الهدف اللي جاي وهو الفوز بالبطولة كياس مصر فده في حد زيته حاجة مهمة جدا قدر يتعامل فيها نفسيا بشكل جيد جدا الجهاز الفني واللعبين الجهاز الفني طبعا من خلال جلساته العديدة واللي كانت بتستمر لأكتر من ستين دقيقة في بعض التدريبات وأيضا في حضور كمان الكابت المحمود الخطيب اللي كان حريص على الحضور دايما ومؤذرة اللعبين في مختلف المرات يعني بعد ما أنت حتى حققت بطولة أفريقيا كان عندك مطش الاتحاد كان موجود رئيس النادي قبل المباراة مطش طلع الجيش كان موجود رئيس النادي قبل إنهائي كياس مصر فالمساندة كانت موجودة واضحة جدا دور هنا اللعبين إنهم قدروا إنهم يفصلوا ما بين الفوز بطولة أفريقيا وإنهم يحققوا هدف آخر وواكاس مصر فبالتالي كل التحية لهم على هذا المجهود إن برح كانت المباراة صعبة وطلع الجيش عملوا مباراة كبيرة جدا برضو نحييهم لأنهم كانوا ند صعب جدا بالنسبة للنادي الأهلي ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي وألف مليون مبروك لكل المنظومة بشكل كامل وخلي بالك بقى إحنا في انتظار المزيد من الألقاب وهي دي ثقافة النادي الأهلي اللي إحنا دايما بنتكلم عنها انتحقت السلسية لكن قدامك فرصة تاريخية إنك تحقق الخمسية عندك السوبر الأفريكي اللي في الغالب بنسبة كبيرة جدا بنسبة تفوق 90% هيكون يوم 18 من الشهر الجاري عندك كمان السوبر المصري مع طلع الجيش تقدر إن انت تحقق البطولتين دول بإذن الله عشان يبقوا خمسية فاعتبع حاجة برضو إنجاز كبير قوي لكن بما إننا كنا بنشوف بعض اللقطات الخاصة من موراة الأمس فأنا عايز أتكلم عن بعض اللاعبين لأن لعابي النادي الأهلي مبرح كانوا في الموعد وعملوا مباراة كويس أو عايز أبتدي ببدر بنون صفقة النادي الأهلي جديدة في الحقيقة لعيب واضح جدا جدا إنه هو إضافة مميزة وقوية جدا لخط الدفاع النادي الأهلي وأيضا لمساهمته في هجمات النادي الأهلي إنت لما تلعب باتنين اتنين زي بدر بنون وأيمن أشرف بيعرفوا يطلعبوا القرى وعندنا غيرهم كمان موجودين في خط الدفاع محمود متولي ربنا يشفي ياسر إبراهيم عدد من اللاعبين المتواجدين في خط الدفاع بيعرفوا يطلعبوا القرى ويعرفوا يبنوا الهجمات فده حيساعدك بشكل كبير جدا لكن بدر بنون إمبارح أثبت أثبت حتى لو هي أول مغرب بص الرجل حطي ضربة الجزاء إزاي إيه يا ابن الهدوء ده إيه الجمال ده لعيب تقيل قوي تقيل قوي وهادي وراسي كده وعارف بيعمل إيه كذا قرى مشتركة قدروا أن هو يفوز بيها قدروا أن هو يتعامل بيها بشكل جيد ما بيشتتش وخلاص بيعرف يطلعوا القرى ويبني هجمة مع النادي الأهل وده كانت أحد الأسباب اللي دفعت النادي الأهل لتعاقد مع نجمي كبير جدا زي بدر بنون نتمنى له يا رب بكل التوفيق منتظرين منه المزيد عندك كمان مين الشناوي الشناوي مش محتاج أن احنا نقيمه أو نتكلم عنه ده واحد في حتة تانية دلوقتي خلص الشناوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحميه أحد العناصر اللي أثرت جدا فيه فوز النادي الأهلي بالأمس سبت في المستوى هو حاجة رائعة وقائد النادي الأهلي السلية لا حول ولا قوة إلا بالله يعني بسم الله من شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه لعيب عالم لعب مميز جدا حتى برضو ضرب الجزاء حلو بخلاف ضرب الجزاء يعني ضرب الجزاء دي ممكن يبقى فيه توفيق وعدم توفيق لكن سبت في المستوى وأداء أكثر من رائع من عمر السلية نفس الحال بالنسبة لأيمن أشرف أشت بي كتير أيمن أشرف هو يستحق لإشادة مرارا وتكرارا بعد هجوم كبير تعرض لللاعب لكن أثبت أنه هو لعب ممتاز في خط تدفع النادي الأهلي طاهر محمد طاهر وبداياته الأولى مع النادي الأهلي بدايات يعني موفقة وإن شاء الله بإذن الله يتمنى له كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية بارح تعرض لإصابة في الوجه لكن لعب طبعا كبير جدا وبإذن الله يكون إضافة للنادي الأهلي خلال الفترة الجاية كان عجبني قوي كهرباء مبرح لما نزل مركز عارف هو نزل يعمل إيه أحرز هدف أكثر من رائع وبشكل جيد ومساهمة كمان مرهوم محسن كهرباء بصراحة لعب مهم وإنك لو موجود على الدكة مهم أقول أن أنت تبقى مركز في الماتش عشان ما تنزل تبقى مؤثر وده اللي حصل من كهرباء فبنبرك لهم كلهم ونتمنى منهم إن شاء الله المزيد من بطولاته وده الطبيعة لكن مسماني وهو يعتبر من ضمن الصفقات الأبرز للنادي الأهلي وقرار كان مميز جدا من مجلس الإدارة التعاقد مع هذا المدرب ودوره في تجديد الدوافع عند لعبي النادي الأهلي خليه بس نروح لتصرحات مسماني الأول نشوف قال إيه ونرجع نعلى عليه هيا الله بي الاستعداد الزهني والثقاف وده اللي اتكلم فيه مستر مسماني ومركز عليه بشكل كبير جدا وإزاي تهيئة اللعبين زهنيا قبل الفوز ببطولة أخرى بعد الفوز ببطولة كانت غاية في الأهمية بطولة دورة أبطال أفريقيا الرجل واضح إنه شخصيته متناسبة جدا مع النادي الأهلي وواضح إنه عارف ثقافة الأهلي وجمهوره بشكل كويس وحيحاول إنه يشتغل على إسعاد جمهور النادي الأهلي نتمنى له رب بكل التوفيق لكن أعيز أتكلم على الروح ما بين اللعبين لعبي النادي الأهلي وإزاي بيساعدوا بعض وإزاي إنه هم هدفهم كلهم واحد مش مهم مين اللي بيلعب مين اللي قاعد احتياطي المهم في الآخر اللقب والبطولة فبالتالي عايز أروح للقاء محمد الشناوي وعلي لطفي نشوف اتكلمه وقاله إيه ونرجع مرة تانية دي الروح اللي موجودة في قط لبس النادي الأهلي هي دي الروح دايماً اللي بتجيب البطولة لما تلاقي العلاقات ما بين اللعبين كده وكل واحد قلبه على التاني يعني مثلاً شايف الصورة دي علي لطفي بيساعد الشناوي قوله ممكن ده يشوت فين وده يشوت فين بيساهم بشكله وبآخر حتى لو هو مش متواجد في أرضية الملعب لكن هو بيساهم في الفوز بالبطولة بشكله وبآخر وده اللي حصل من علي لطفي لما تشوفوا الروح دي لازم تتطمنوا إن البطولات هتبقى موجودة موجودة حاجة جيدة في الحقيقة وبإذن الله بإذن الله يفرحوا جمهور النادي الأهلي أكتر وأكتر وفي انتظار الخماسية إن شاء الله تعالى فاصل سريع بعدين نرجع نواصل عندنا أخبار مهمة جداً على الأهلي يلا بي نتكلم مع حضراتكم في بعض الأخبار والأمور اللي بتتعلق به النادي الأهلي بداية خليني أقول لحضراتكم إن نبارح بعد الفوز بطولة كاس مصر في الفريق خلاص خد راحة 48 ساعة النهاردة وبكرة ما فيش تدريبات ويستأنف تدريباته يوم الثلاثة القادم بإذن الله تعالى استعداداً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد فبالتالي خليني أقول لحضراتكم إن لجنة المسابقات بالتحضر مصر وقرارة القادم النهاردة أعلنت بشكل رسمي موعيد أول سبع جولات في بطولة الدوري الدوري حيبتدي إن شاء الله تعالى يوم الجمعة 11-12 بين مواجهة أمبي وأسوان ده الأسبوع الأول اللي حيواجه فيه نادي الأهلي فريق مصر مقصة حيكون يوم الحد اللي جاي اللي هو يوم 13-12 في استاد السلام الساعة 7 ونص وتستمر المباريات بالنسبة النادي الأهلي في بطولة الدوري فبالتالي خليني أقول لحضراتكم مباريات الأهلي تحديداً في أول سبع جولات بمواعدها اللي أهلي حليعب المقصة في الجولة الأولى يوم 13 من الشهر الجاري الساعة 7 ونص في استاد الأهلي والسلام الجولة التانية هتكون مع غزل المحلة الساعة 7 ونص ده حيكون أو هتكون مباراة غزل المحلة دي يوم 18-12 والجولة التالتة المفروض أنت هتلعب التحاد السكندري بس المباراة دي هتكون مؤجلة وحتتلعب يوم 11-1 هتكون مؤجلة لإيه لأن الأهلي حيقابل في الفترة دي فريق سونديب من النيجر بعد فوزه دور التمهدير بطولة دورة أبطال أفريكا المسلم الجديد بنتيجة 2-0 فأنت هتلعب الزهاب مع سونديب هناك في النيجر يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري وهتلعب معهم الإياب يوم 5 أو 6 يناير بإذن الله في القاهرة فبالتالي ماتش الأهلي والتحاد ده هيؤجل وتم تحديد موعد الجديد ليه هيكون يوم 11 يناير من العام الجديد بإذن الله هتكون المباراة على الأهلي والسلام الساعة 5 مساء طيب تعالى المباراة الأهم طبعا اللي ما بين الأهلي والزمالك وهي هتكون مباراة الزمالك في الجولة الرابعة المباراة دي هتكون إمتى هتكون يوم 28 من الشهر الجاري 28-12 الساعة 7 ونص في استاد الجيش ببرج العرب مباراة قوية ودي مباراة الجولة الرابعة وتاني موسم اعتبالي تكون مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة السهل في الفاتح كان فيه ظروف مختلفة حصلت وكلام من ده فالمباراة ما تلعبتش في موعدها لكن خلاص من المؤكد ان المباراة ما بين الاهلي والزمائك هتكون في الأسبوع الرابع في الجولة الرابعة بملعب الجيش بورج عرب ساعة سوعة ونص مساء طيب الجولة الخامسة هتكون الاهلي ودي دجلة مباراة هتكون يوم واحد واحد عشرين واحد وعشرين على استاد الاهلي والسلام الساعة سبعة ونص أيضا الجولة السادسة سيراميكا كله بطرة مع الأهلي على أستاذ السويس الساعة 7.30 يوم 8.01 ويوم 15.01 الجولة السابعة ما بين الأهلي والإنتاج الحربي على أستاذ الأهلي والسلام الساعة 7.30 مساء دي أهم مباريات الأهلي وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يبتدي مشواره نحو الدرع رقم 43 في بطولات الدوري نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق ويكونوا وفقين كمان في بداية الاستعداد للموسم الجديد بعد راحة كانت مطلوبة جدا من نسبالهم على مدار 48 ساعة سواء النهاردة أو بكرة الساعة فيهم الثلاثة وإن شاء الله يكونوا موفقين في بداية تكون قوية في بطولة الدوري لأن البداية لما تكون قوية إن شاء الله بإذن الله تكون دافع قوي لتحقيق لقب جديد للنادي الأهلي هروح لفاصل بعدين نرجع نكام اليوم تعالوا لعيش أجواء الاحتفالات على السوشيال ميديا من خلال البداية بترند الأهلي ونبتدي بالحساب الرسمي للنادي الأهلي وحسابه على فيسبوك وبيقول بطولة وربطولة حلمك ملهوش نهاية أبطال السلسية طبعا ثلاث ألقاب مهمين جدا لنادي الأهلي لكن دايما حلمك ملهوش نهاية ودايما أنت عندك أهداف وطموح معين هتحاول أن أنت تحققه عندك فرصة ذهبية أنك تحقق الخماسية هذا الموسم من خلال سوبر مصري والسوبر أفريكي أو السوبر أفريكي الأول قبل المصري كمان فإن شاء الله بإذن أنكم موفقين وحسابه على انستجرام وبيقوله الأهداف الحمراء تتحقق السلسية في انتظار الخماسية إن شاء الله تعالى نقدر ويقدر النادي الأهلي لعبيه وجهاز الفني يحققه الخماسية وسعاده جمهوري نادي الأهلي يتسمع في الجول وحسابه على تويتر وبيقوله بتحييه للسلسية صار الأهلي هو النادي الوحيد في العالم رفقة أوكلاند سيتي النيوزلندي الذي يحقق السلسية ثلاث مرات في تاريخه إنجاز لم يحققه أي نادي في التاريخ دايما الأهلي الأرقام الكلاسية هو اللي بيقدر يحطمها في الحقيقة الأهلي وأوكلاند سيتي وأوكلاند ما عندهمش يعتبر متوقع دايما بيكسوه دايما بيفوزه هم حققوا السلسية ثلاث مرات فبالتالي الأهلي كمان زيهم حقق السلسية ثلاث مرات وبعاكا بيجي عدد كبير جدا من الاندي أبرزهم بقى الميونيك على ما تذكر حقق السلسية مرتين بس فبالتالي ده إنجاز كبير جدا جدا للنادي الأهلي من ضمن الانجازات العديدة اللي بيحققها النادي خلا نروح لحساب يلا كور على فيسبوك وبيقوله الموسماني يكتب التاريخ ويحفر اسمه من ذهب في أزهان الأهلوية الدوري المصري أنا في وجهة نظري دوري المصري ما يحسبش الموسماني دوري المصري يحسب لفايلر الموسماني جي بعد حسم البطولة هو شارك بس في آخر كم مباراة وقدر أنه يفوز فيهم وتعادة مباراة وحيدة بتاع البيرامد فبالتالي عمل مجود طبعا جيد مع الفريق لكن اللي يحسب للموسماني دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر دافع جديد عند الموسماني إن شاء الله خلال الموسم الجديد أنه هو يحق بطولة الدوري الأولى ليه مع النادي الأهلي بإذن الله والبطولة رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي لكن مدرب مباشر جدا في الحقيقة خصوصا أنه حق لقب الأهم عند جمهور النادي الأهلي هو دوري أبطال أفريقيا نروح لحساب سبورت 360 على تويتر والذي يقول الأهلي يتربع العرش سجل المتواجين لكأس مصر النادي الأهلي بعد فوز مبارح 37 بطولة في تاريخه تحديدا في بطولات كأس مصر فرق 10 بطولات ما بينه وبين نادي الزمالك 27 بطولة بعد كده بيجي الاتحاد وأعتقد أسوان ولا سموحة يا جماعة مسموحة لا ماشي بيجي الاتحاد والترسانة عفوا 6 ألقاب المقاولين 3 أسماعيلي 2 أمبي 2 حرس الحدود 2 أيضا والمصري بطولة والترام ويعني بعض الأندية اللي حققوا طولها لكن الأهلي طبعا بيتربع ويتصدر قائمة الفائزين بعدد وافر من الألقاب في بطولة كأس مصر حساب سوبر كورا على فيسبوك بيقول الأهلي سيد الموسم دوري كأس وأفريقيا هل يكمل الخماسية؟ بإذن الله حيكمل الخماسية من خلال مجهود وتركيز وجدية خلال الفترة اللي جاية بعدم اكتفاء بيبقى موجود عند النادي الأهلي حتى وحقات عدد دوافر من بطولات لكن دايما بيبقى عندك هدف لحصد المزيد وده بإذن الله يحصل خلال الفترة القادمة خلينا نروح لحساب فيفا على تويتر واللي بيقوله كأس مصر عشرين عشرين الأهلي يتفوق بضربات الجزاية الترجحية تتنين على طلاقة على الجيش بعد التعدل واحد واحد في الأوقات الأساسية والإضافية يحرز الرقم السبعة وثلاثين في تاريخه السبعة والثلاثية الثالثة في تاريخ النادي الأهلي دوري كاس دوري أبطال أفريقيا تهنين يا أهلي تهنين في الحقيقة أصبحت معتادة والشيفا خلال الفترة اللي فاتت هنقوا النادي الأهلي كتير وإن شاء الله هنقواه كمان خلال الفترة اللي جاية طيب نروح لحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقول البطل يقود الأهلي لمنصات التتويج محمد الشناوي بكفزيه يحقق للأهلي بطولة كأس مصر المرة ل37 في تاريخه محمد الشناوي موسم مفيش أحسن من كده وصراحة مش موسم ده بس محمد الشناوي بيقدي بشكل جيد لابقى له موسمين ثلاثة هو رقم واحد في مصر وفي أفريقيا نتمنى له ورب كل التوفيق بطل من أفطال النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يستمر في هذا السبات في المستوى وإن شاء الله يستمر في إسعاد جمهوري النادي الأهلي رفقة كل زي ما لقوا فيه الفريق بإذن الله تعالى نروح لفاصل سريع بعدين نكمل فقرات الحلقة يلا طيب خليني أقول لحضراتكم خبر مهم جدا وعاجل بخصوص أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي الحمد لله اللعب شوفيه تماما من فيروس كورونا وعينته تحولت من إيجابية لسلبية وأصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من يوم السلساء القادم واستعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز وأول مباراة للنادي الأهلي يوم الحد أمام فريق مصر مقصة ألف حمد لله على السلامة لنجم من نجوم النادي الأهلي وأحد المساهمين في السلسية هذا الموسم أليو ديانج لعب مهم ومؤثر رجع وحيكون إضافة لفريق خلال مرحلة الجاية بعد ما كان عمل المساهم بارح ونتيجتها تلعت النهاردة ألف حمد لله على السلامة أليو ديانج طيب خلينا نروح لمشاركات حضراتكم من خلال صفحات القناة على السوشيل ميديا ونبتدي بمحمد عيد وكان سؤال الحلقة النهاردة أو كانت رسالة حابب حضرتك توجهها للعابي النادي الأهلي بعد حصد السلسية وأخيرها بطولة كاس مصر نبتدي محمد عيد واللي قال مليوم مبروك يا أهلوية وعقبال الخمسية إن شاء الله الشاهر مصطفى قال الخمسية يا أهلي نحن قدرنا البطولات بيبو خدر قال الربعية والخمسية إن شاء الله يا رجالة واضح جدا الطموح عند جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش جمهور الأهلي طموع ودي حاجة احنا متعودين عليها دايما وطمع صح جدا جدا لأنه طمع في اتجاه حصد المزيد والمزيد من الألقاب ميدو أشرف قال انتوا العيبة رجالة وإحنا وراكم حمادة موسى قال ألف مبروك للأهلي من غزة فلسطين تحياتنا ليهم مصطفى أحمد قال أقول السوداسية يا أهلي وليس الخمسية سنفوز بإذن الله كأس العالم للأنديا رب ليه لا رغم صعبة المنافسة طبعا لكن في بارميونيخ وفي أنديا كبيرة جدا جدا في كأس العالم للأنديا لكن الأهلي كبير برضو تقدر أن أنت تنافس لكن البطولة ما هتكون صعبة بكل تأكيد أحمد محمد قال فرحتونا وأسعدتونا ربنا يبعد عنكم شر الإصابات الأهلي في دمي هو كاتب اسمه كده قال ألف مليون مبروك رجالة الأهلي وعدتهم فأوفايتهم ودي البداية بس للجيل ده ومنتظرين منكم أكتر من كده إن شاء الله وكمان محمد صبري قال أنتوا أحسن لعيبة في القرى وعايزين كأس العالم للأنديا أنتوا من الجالة وتقدروا إن شاء الله بإذن الله تعالى طيب نتمنى كل التوفيق بكل تأكيد للنادي الأهلي وإحنا بنختم محضراتكم عايزين نجدد المباركة لكم بعد الفوز ببطولة كأس مصر وتحقيق إنجاز كبير جدا من خلال كمان إنك تفوز هذا الموسم بسلسية بإذن الله تعالى في انتظار الخمسية سوبر أفريكي وسوبر محلي عشان يبقى موسم في التاريخ بالنسبة للنادي الأهلي وعشان يستمر جمهور النادي الأهلي دايما في فرحته وساعته من خلال الألقاب اللي بيحققها النادي دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة عن النادي الأهلي استنونا إلى اللقاء